بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا Chapter 1 Introduction to Engineering Design General Procedure أو الإجراءات العامة المتبعة أثناء عملية design. In designing a machine components أثناء تصميم جزء من أجزاء الماكينات. There is no rigid rule. لا توجد قعدة عامة أثناء عملية التصميم. The problem may be attempted in several ways. ممكن أن أتبع طرق مختلفة وابقى اكتهاد من كل مصمم على حدا. However, the general procedure to solve a design problem is as follows. بنتبع إجراءات عامة هي كالتالي. Recognition of need. أول شيء بحدد الاحتياج بتاعي. هنفترض مثلا إن أنا أرغب في تصميم washing machine. أرغب في تصميم pump مضخة. يبقى ده كده أنا حددت الـ need بتاعي أو الـ objective أو الـ aim أو الهدف بتاعي. تاني حاجة بحدد الميكانيسمس. الآلية اللي هيقوم بيها الجزء بأداء العمل. في حالة طبعا الـ washing machine يبقى هيكون عندي إما دوران للجزء اللي بيعمل عملية الـ washing. إما دوران تام أو دوران ترددي. في حالة الـ pump مثلا على سبيل المثال. لو أنا بستخدمها للأغراض البسيطة زي pump اللي احنا بنستخدمها في المنزل لرفع المياه. ممكن إن أنا أركب الـ impeller مباشرة على العمود بتاع الموتور. أما في حالة الأغراض الصناعية لابد إن يكون الجزئين سيباريتد. يعني الموتور سيباريتد لحاله. والـ pump أيضا بتنتج سيباريتد. ده طبعا بالنسبة للـ mechanisms. analysis of forces. بالطبع لابد إن أنا أحلل ما هي القوة التي تؤثر على الأجزاء الميكانيكية التي أقوم بتصميمها ويتم تحددها بدقة. يبقى الـ analysis بتاع الفورسز. أشوف الفورسز اللي عندي. فورسز مثلا شد. فورسز ضغط. سوى إذا كانت تنسايل. كومبريسيب. فورسز. فورسز ممكن تسبب بيندينج. توركس. مومنت. واتفر. يبقى في الحالة دية الخطوة بتاع الـ analysis of forces. بعد كده الـ material selection أو اختيار الخامات. اختيار الخامات طبعا بما يتناسب مع التصميم بتاعه. على سبيل المثال. في بعض التطبيقات بتحتاج خامات مقاومة للتآكل. بعض التطبيقات تحتاج خامات مقاومة للصدمات. بعض التطبيقات تحتاج إلى خامات جيدة التوصيل للكهرباء. جيدة التوصيل للحرارة وما إلى ذلك. نيهي للخطوة اللي بعد كده design of elements. عملية التصميم. عملية التصميم بتحتوي على الـ size. يعني بيكون ناتج عندي الـ size بناء على الـ stresses اللي واقع علي. طيب. انا عرفت الـ stresses دي منين من الخطوة اللي قبل كده اللي هي بتاعي الـ analysis of forces. لما عرفت الـ forces اللي واقع عندي. قدرت احدد الـ stresses النتجة عنها. وبالتالي اقوم بتصميم الاجزاء بحيث ان هي تتحمل هذه الـ stresses. ومن ثم تقوم بعملها خلال فترة lifetime او العمر الافتراضي المرجو منها. ثم تأتي بعد كده الخطوة التالية. عملية التعديل. وعملية التعديل دي الحقيقة هي endless. عملية لا نهائية. ممكن ان الواحد يقوم بتصميم ومن ثم هو نفسه يعدل عليه او شيء اخر او ديزاينر اخر يقوم بعملية التعديل. النقطة اللي بعد كده بعد ما طورت التصميم بتاعي بتيجي نقطة الـ detailed drawing. detailed drawing هي الرسومات التفصيلية التي يستخدمها العمال او الفنيين في عملية الانتاج اللي مرحلة الاخيرة اللي بعد كده اللي هي الـ production عملية الانتاج ومن ثم التوزيع للاستخدام. بكده نكون وصلنا لنهاية chapter 1 اللي هو introduction to engineering design وهنا لقاكم في الدرس القادم ان شاء الله. موسيقى